بخصوص الحالة الأمنية كمان النهاردة قوات الأمنة في كرداسة النهاردة اليوم السبعتاشر سبعتاشر يوم أزالت هذه الحملة مستمرة وتم زبط عدد آخر أو إضافي من المطلوبين أمنيا والمتهمين في الارتبط بصور الصدمة الخاصة بالاعتداء على اسم شرطة كرداسة بسم الله الرحمن الرحيم تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فجر اليوم السبت 5 أكتوبر الجارية من ضبط عدد من العناصر الرئيسية المتورطة في ارتكاب جريمة مركز شرطة كرداسة حيث أنه في إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية لتلك العناصر الهاربة فقد أكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء خمسة من تلك العناصر بإحدى المزارع بالمنطقة الجبلية بإحدى قرى محافظة الجيزة حيث قامت مأمورية فجر اليوم باستهدافهم شاركت فيها أجهزة قطاع مصلحة الأمن العام والأمن الوطني وأمن الجيزة مدعومة بقوات الأمن المركزي أصفرت عن ضبطهم وبحوزاتهم كمية كبيرة من الأسلحة السقيلة والمتفجرات ودوائر التفجير وزخائر مختلفة وبيانها كالتالي اتنين مدفع أربي جي تمن قزائف أربي جي اتنين مدفع جرينوف متعدد بشراءة الزخيرة الخاصة به اتناشر بندقية آلية عيار سبعة اتنين وستين في تسعة وتلاتين بندقية آلية اف ان رشاش بريتة ايطالي بندقية خرطوش نصف آلية تبنجة حلوان اتنين فرد خرطوش خمسة وتلاتين قنبلة يدوية أربع تليفونات مزودة بدوائر تفجير ومجهزة للاستخدام نظارة ميدان اتنين جهاز لاسلكي كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وتكسف الأجهزة الأمنية جهدها لملاحقة وضبط كافة العناصر المتورطة في تلك الأحداث والصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية